في ظل التقدم الذي تحرزه قوات عملية نبع السلام شمال سوريا وبعد انسحاب القوات الأمريكية من مواقعها ومع تصريحات ترامب الأخيرة التي أظهرت جليا تخليه عن قسد بادرت قوات سوريا الديمقراطية إلى إبرام اتفاق مع النظام سرعان ما تم الكشف عنه وذلك بعد أربعة أيام من انطلاق عملية نبع السلام الاتفاق نص على دخول قوات النظام إلى مناطق الإدارة الذاتية التابعة لقسد شمال سوريا وانتشارها على طول الحدود مع تركيا الإدارة الذاتية اعتبرت بدورها أن هذا الاتفاق يتيح الفرصة للسيطرة على باقي الأراضي والمدن السورية التي كانت تحت إدارتها سابقا في السنوات الأخيرة وكالة رويترز بدورها أشارت إلى أن النظام وقسد يعقدان في الوقت الحالي محادثات حول تفاصيل الاتفاق في قاعدة حميمي من روسيا وحول هذا مراسل حلب اليوم نفى سيطرة قوات النظام على أحياء جديدة في مدينة الحسكة مؤكدا أن النظام يسيطر فقط على المربع الأمني الذي كان موجودا فيه سابقا الإخبارية السورية التابعة للنظام بثت شريطا مصورا قالت إنه لدخول قوات النظام إلى مدينة عين عيسى بريف الرقة وإلى بلد التلتمر شمال الحسكة من جهة أخرى مصادر خاصة تحدثت لشبكة دير الزور 24 أن قوات النظام أرسلت رتلا عسكرية من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي مشيرة أن مناطق النظام غرب الفرات تشهد استنفارا ملحوظا العلاقة بين نظام الأسد وقسد وخلال السنوات الماضية شهدت تنسيقا ومفاوضات تخلى لها بعض التوتر إثر الخلاف على المصالح النظام وعلى لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد ومع بدء عملية نبع السلام أكد أنه لن يكون أي حوار مع قسد إلا أن نظام الأسد في هذه المرحلة يسعى إلى تحقيق بعض المكاسب من قسد كونها أصبحت ورقة محترقة لدى الأطراف الدولية ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها قسد إلى الاستعانة بالنظام فقد فعلت ذلك سابقا في عفرين قبيل انطلاق عملية غصن الزيتون إلا أن النظام سرعان ما أدار ظهره لقسد